السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف السادس الابتدائي أهلا وسهلا بيكم في حصة من حصص مادة العلوم وإن شاء الله النهاردة أنا معاكم أسماء بكر إدارة توخ التعليمي النهاردة هناخد الوحدة الرابعة اللي هي الأخيرة اسمها التركيب والوظيفة في الكائنات الحية أول درسة هناخده الجزء الأول منه يعني أنا هياخد الجزء الأول ونسمها هتكمل الجزء التاني الدرس الأولاني اسمه إيه؟ الجهاز العصبي في الإنسان طيب أهداف الدرس بتاعتنا إيه؟ أو النواتج التعلم اللي إحنا بنخرج منها من الدرس النهاردة إننا نكون عرفة وحدد مفهوم الجهاز العصبي وعرف مكوناته والخلية العصبية أفحص الخلية العصبية ومخ الخروف علشان أتعرف على تركيب كل واحد منهم أدرك أن كل عضو من أعضاء الجهاز العصبي في جسم الإنسان له وظيفة وأدرك الوظيفة دي وعرفها طيب تعالوا نشوف بقى كده مقدمة سهلة وبسيطة إن بيقول لنا إن الجهاز العصبي ده هو عبارة عن أهم الأجهزة اللي بتسيطر في جسم الإنسان على تصرفاتنا على تحركاتنا بس ما فيش جهاز في جسم الإنسان بيعمل بطريقة مستقلة ليه؟ لإن إحنا عندنا كل الأجهزة بتتكامل مع بعضها بس الجهاز العصبي هو المسؤول عن إنه هو بينسألي ما بين الأجهزة اللي هي موجودة في جسمنا بينسأل ما بين الجهاز الهضمي الجهاز التنفسي الجهاز الحركي الجهاز العضلي الجهاز العضلي كل ده هو من المسؤول عن التنصيق؟ هو الجهاز العصبي يعني هو بنقول عليه كده إنه زي شبكة اتصال ما بين المخ وأجزاء الجسم أو جميع أجزاء الجسم يبقى اتفقنا إنه هو أهم الأجهزة المسيطرة بس ناخد بالنا إنه هو بينسأ ما بين أجهزة الجسم طب بيعمل إيه؟ قال لنا ده بقى بينظم العمليات الحيوية جو جسمي وبينسكها طب العمليات الحيوية زي إيه؟ زي هضم الغذاء وزي التنفس وزي الحركة إبقى أول حاجة إن الجهاز العصبي بينظم العديد من العمليات الحيوية داخل جسم الإنسان وبينسكها تاني حاجة هو اللي بيخليني أحس بالحزن أو أحس بالإيه؟ بالفرح أو بالسعادة يعني مسؤول عن إيه؟ إن ضبط الشعور والعواطف بتاعتي إذا كنت فرحان أو إذا كنت إيه؟ زعلان أو حزين الجهاز العصبي كمان مسؤول إن أنا بيخليني أتعرف إن الجسم دوت هو خشن ولا هو ناعم أو السطح دوت لو أنا حطيت إيدي عليه إن هو خشن ولا هو ناعم يبقى مسؤول عن تعرف ملمس الأشياء زي السطح الخشن والسطح الإيه؟ إنه كمان بيخليني إن أنا أعرف إن أنا لو حطيت إيدي على حاجة سخنة بإيه؟ بحس بالإيه؟ بالحرارة ولو حطيت على إيدي على تل بحس بيه كمان هو اللي بيخليني أعرف إيه؟ الأكل وأنا بدوقه إذا كان حلو ولا مر يبقى هو مسؤول عن المعرفة أو الإدراق والتأثر بالأشياء اللي هي الساخنة والباردة وبايز ما بين مين؟ الطعام الحلو والطعام الإيه؟ المر يبقى ده مين؟ اللي هو الجهاز العصبي فيه الإنسان كمان بيعمل إيه؟ بيخليني أفكر إزاي أحل المشكلة إزاي إن أنا أتعلم مهارة جديدة إزاي إن أنا يكون عندي خطر إن أنا أبتعد إيه عنه؟ يعني هنا بيساعدنا على إن أنا أتعلم مهارات جديدة والتفكير في حل المشكلات والابتعاد عن مين؟ عن الأخطار مين المسؤولة أو مين اللي بيعمل كده بيساعدنا؟ الجهاز العصبي فيه الإنسان طب الجهاز العصبي ده أنا عايزة بقى أعرفه تعريف أو أدي له تعريف هنقول إن هو عبارة عن جهاز الاتصال والتحكم بيتتاصل ما بين جميع أجزاء الجسم وبيتحكم وبتنسأ أو بينسأ ما بين أي أجهزة الجسم المختلف طب بيعمل إيه؟ أنا عندي حاجة اسمها مستقبلات اللي هي الحواس بتاعتنا فبيستقبل المعلومات سواء من البيئة الخارجية أو من داخل الجسم ويعمل إيه بقى الجهاز العصبي بيفصرها لي وبعد ما يفسرها لي بيديني استجابة ليها زي مثلا على سبيل المثال أنا دلوقتي جاي حاجة من البيئة الخارجية زي الضوء الضوء ده مؤثر خارجي مين اللي هيستقبله؟ اللي هيستقبله إيه؟ اللي هو حاسة البصر أو عناية خلاص عناية بتعمل إيه؟ بتستقبل الإيه؟ عن طريق الجهاز العصبي وبعد كده الأعصاب بتاخدها أو بينحولها المؤثر ده بيتحول إلى حاجة اسمها رسالة عصبية وتقوم الإيه الأعصاب محملها المين؟ للجهاز العصبي عشان يفسرها وبعد ما يفسرها يقول لي إيه؟ يبقى الجهاز العصبي هو جهاز الاتصال والتحكم بيستقبل المعلومات سواء من البيئة الخارجية بتاع الجسد أو من البيئة الداخلية أو من داخل الجسد بيفصر لي ويديني الاستجابة أو بيجعل الجسم يستجيب إيه؟ ليه؟ طيب أنا عندي إن الجهاز العصبي ده بيتركب من جهازين رئيسيين إيه هم؟ قال لنا الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي يبقى أنا عندي الجهاز العصبي اللي هو في جسمنا بيكون من حاجتين جهازين جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرف طيب بالنسبة للجهاز العصبي المركزي بيتكون من إيه؟ من المخ يبقى بيتكون من المخ طيب المخ بيتكون من إيه؟ قال لنا من ثلاث أجزاء وهنشوفه دلوقتي جزء اسمه النصفان القرويان والمخيخ والنخاع المستطيع طيب إيه تاني الجهاز العصبي المركزي بيتكون منه؟ اللي هو الحبل الشوكي. يبقى أنا هنا أقول تاني أن الجهاز العصبي في جهازين. الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي. الجهاز العصبي المركزي بتكون من المخ والحبل الشوكي. طب المخ لمكونات أيوة طبعاً اللي هو نصفان الكرويان والمخيخ والنخيع المستطيع. أما الجهاز العصبي الطرفي بيتكون من الأعصاب المخية اللي هنخدها بعد كده أنها بتخرج من المخ والأعصاب الشوكية اللي بتخرج من الحبل الآيه الشوكي. يبقى ده تركيب الجهاز العصبي في جسم الآيه الإنسان. طب أنا عندي حاجة اسمها الخلية العصبية. إيه هي الخلية العصبية دي؟ أنا عندي مثلاً هديكم مثال إن أنا لو أنا عندي مبنى. المبنى دوت بيتكون من إيه؟ من مثلاً أو شقة بيتكون من إيه؟ من حجرات. طب الحجرة بتكون من حيطة. طب الحيطة دي عشان أقومها بتكون من إيه؟ من قالب الطوب. قالب الطوب هنا الوحدة اللي بتبني الحيطة. طب أنا عايزة الوحدة اللي بتبني لي الجهاز العصبي. اسمها إيه؟ اسمها الخلية العصبية. يبقى أنا عشان أعرف الخلية العصبية هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن وحدة بناء الجهاز العصبي. يبقى هنا الخلية العصبية هي عبارة عن إيه؟ وحدة بناء الجهاز العصبي. طب الخلية العصبية دي بتتكون من إيه؟ عندنا نشاط بيقول في أدوات لازم نستخدمها علشان أستكشف وعرف إن الخلية العصبية بتتكون من إيه هجيب مجهر أو مايكروسكوب وشريحة مجهزة لخلية عصبية طيب هستخدم إيه والخطوات بتاعتي هكون إيه أنا طبعا هستخدم المجهر اللي هو الميكروسكوب أحط الشريحة تحت إيه وبعدين هفحصها أو أستخدمه إن أنا أشوف إيه المكونات اللي بتتركب منها الخلية العصبية هلاحظ إيه هلاحظ إن الخلية العصبية بتتكون من جزئين الخلية العصبية بتتكون من جزئين إيه هم قال لنا هم عبارة عن حاجتين أنا بركز هوا كل شوية بقى إيه بقرر عشان إيه نركز في المعلومات إن جسم الخلية ومحور الخلية إيبقى أول حاجة كده لما شفنا تحت الميكروسكوب إن الخلية أو المجهر إن الخلية العصبية بتتكون من إيه من جسم الخلية ومحور الخلية بل استنتاج بتاعنا إن الخلية العصبية تتكون من جزئين رئيسيين جسم الخلية ومحور الخلية طيب بالنسبة ليه جسم الخلية بيتكون من إيه قال لنا ده بيتكون من مكون إيه طب المكونات بتاعته ايه؟ قال لنا ان هو بيحتوي على نواة وسايتو بلازم وغشاء بلازم يبقى جسم الخلية بيحتوي على نواة وسايتو بلازم وغشاء بلازم بيمتد منها تفرعات كده من جسم الايه الخلية قالوا عليها علشان شبه الشجرة كده فسموها تفرعات شجيرية شجيرية دي يعني تصغير شجرة خلاص كده يبقى هنا بيمتد من جسم الخلية تفرعات اسمها تفرعات شجيرية طب التفرعات الشجيرية دي بتعمل ايه؟ بتتصل مع تفرعات شجيرية تانية في خلية عصبية مجورة لها فبتعمل لي حاجة اسمها تشابك عصبي او تشابك عصبي يبقى التشابك العصبي هو عبارة عن ايه؟ منطقة اتصال التفرعات الشجيرية بخلايا عصبية مجورة لايه؟ يبقى ده بالنسبة لجسم الخلية طب محور الخلية بقى قال لنا محور الخلية هو عبارة عن محور استواني الشكل شكله كده عامل زي الاستوان بس هده الطبقة اللي بيتغلفه او بيغلب بطبقة دهنية اسمها بطبقة ايه؟ دهنية طب برضو المحور ده بيمتهي بتفرعات بس اسمها دي نهائية يبقى بتفرعات نهائية برضو التفرعات النهائية دي بتتصل او بتتشابه مع خلايا عصبية تانية علشان تكون تشابك ايه؟ عصبي او تتصل بالعضلات يبقى اذا التفرعات النهائية دي يئما بتتصل بعضلات يئما بتتصل مع ايه؟ خلايا عصبية تانية فبتعمل تشابك اسمه تشابك ايه؟ تشابك عصبي تمام؟ يبقى ده جسم الايه؟ الخلية طب التشابك العصب ده بيعمل ايه؟ قال لنا ده اللي بينقل الرسائل العصبية ما بين الخلايا العصبية. يبقى وظيفة التشابك العصبي بينقل الرسائل العصبية بين الخلايا العصبية. زي ما احنا شايفين كده. ادي جسم الخلية. ادي نواة. وادي غشاء بلازمي خارجي. وجوة حوالين النواة في حاجة اسمها ايه؟ او بيملأ. اللي هو تجويف الخلية اسمه السيتوبلازم او السيتوبلاز. وعندي جسم الخلية في ايه؟ تفرعات شجيرية. وعندي محور الخلية اللي بينتهي بتفرعات نهائية. وهو مغلب بغلاف دهني. مغلب بغلاف دهني. طيب. نيجي ناخد بقى. يبقى انا اتفقى ان الخلية العصبية وحدة بناء الجهاز العصبي. وخدنا ان الجهاز العصبي بيتكون من جهازين. ايه هو اول جهاز؟ الجهاز العصبي المركزي. اللي هو بيتكون من ايه؟ من المخ والحبل الشوكي. يبقى الجهاز العصبي المركزي بيتكون من ايه؟ من المخ والحبل الشوكي. طيب. اول حاجة المخ. المخ ده عبارة عن ايه؟ قال لنا ده عامل او هو اللي بيتحكم الرئيسي او المتحكم الرئيسي في جسم الانسان. عامل زي بالزبط الكمبيوتر. بيجبه الكمبيوتر. يبقى هو المخ هو عبارة عن مركز التحكم الرئيسي لجسم الانسان وهو يجبه الكمبيوتر. طيب بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في الجمجمة. اللي هي ايه؟ علبة عظمية. يبقى بيوجد داخل علبة عظمية بتسمى الجمجمة. ايش؟ معنى انه هو موجود داخل الجمجمة اللينا علشان تحميه. يبقى ما يقول لي علل. يوجد المخ داخل علبة او علبة عظمية تسمى الجمجمة. اقول ايه؟ لأنها تعمل على حمايته أو لتعمل على حمايته طب الوصف بتاعه هو عبارة عن إيه؟ الوصف بتاعه إنه هو عبارة عن كتلة عصابية كبيرة فيها الملايين من الخلايا العصبية يبقى هنا كتلة عصابية كبيرة تحتوي على الملايين من الخلايا العصبية وده واخد الجزء الكبير من الإيه؟ من الرؤس بتاعته طب الوظيفة قال لنا ده بقى هو اللي بيوجه وبينسق ما بين العمليات الحيوية زي احنا قلنا العمليات من تنافس وهضن وحركة خلاص كده وبرضه بيوجه مني وينسق الأفكار بتاعتي سلوكي عواطفي اللي هو شعور بالسعادة وبالحزن يبقى ده مين اللي هو المخ يبقى المخ الوظيفة بتاعته يوجه وينسق بقى جميع العمليات الحيوية والأفكار والسلوكيات والعواطف دي وظيفة مين وظيفة المخ طالب تركيب المخ بقى علشان نعرف تركيب المخ لازم نعمل نشاط طب عشان نعمل النشاط لازم لنا ايه لازم لنا ادوات طب الادوات دي عبارة عن ايه هنجيب مخ خروف طازج مجمد خلاص كده ده الادوات بتاعتنا وادوات تشريح الادوات التشريح دي هستخدمها ان انا افحص بيها مين المخ من ملقط ومن ابر الترشيح ومشرة تمام كده طب تعالوا هنشوف هنعبل ايه علشان نفحص مخ الخروف اول حاجة ان انا بجيب المخ واشوف اجزاؤه الداخل او الاجزاء بتاعته الرئيسية هشوف اجزاؤه الرئيسية وبعد كده هعمل زي خط كده او قطاع طولي باستخدام المشرة ما بين النصفين القرويين في الحتة دي ادي طبعا هنا نصفين القرويين هجيب وعمل خط كده ايه او بالمشرة طبعا هقوم جاية ايه اه عاملة قطاع طولي وهشوف طب انا بعمل ليه علشان انا عايزة شوف المخ دوت الفرق هل يطرى فيه فرق في اللون ما بين بره وجوه قال لنا طبعا هنا هنشوف تعلن ان انا هلاقي ان المخ ده بيتكون من ايه من ثلاث اجزاء طب التلاث اجزاء احنا قلناهم في الاول وهقولهم تاني اللي هو النصفين القرويين والمخيخ والنخاع المستطيع بس هلاحص حاجة ايه هي وانا ببحث وعملت القطاع الطولي هلاقي ان هنا الخارجي من المخ ده اسمها قشرة مخية فده بيبقى لونها رمادي بيبقى لونها رمادي اما الجزء الداخلي او اللون الداخلي للمخ بيبقى لونه ابيض يبقى انا هنا ناخد بالنا ونركز وبأكد هو ان الجزء الخارجي من المخ اسمه الكشرة المخية وده بيبقى لونها رمادي اما الجزء الداخلي للمخ بيبقى لونه ابيض طب نستنتج من كده ايه ان المخ بيتكون من ايه النصفين القرويين والمخيخ والنخاع المستطيع يبقى تركيب المخ بيتكون من ايه او بيتركب من ايه النصفين القرويين والمخيخ والنخاع المستطيع تعالوا نشوف بقى كل مكون او تركيب من تركيب المخ وظيفته ايه وصفه ايه اول حاجة الوصف بتاع النصفان القرويان من اسمهم اسمهم ايه نصفان قرويان يعني هم عبارة عن جسم قروي كبير بيتكون من ايه من جزئين زي ما احنا شايفين كده بس ما بين الجزئين في ايه في شق وسطي الى نصين او بيفصلهم الى نصين بس مش منفصلين عن بعض اما الايه بيربطهم الياف عصبية بيربطهم الياف عصبية هي اللي مسؤولة انها بتخليهم متصلين بايه ببعض يبقى هنا تاني ان النصفان القرويان هم عبارة عن جسم قروي كبير بيتكون من جزئين بيفصلهم شق وسطي يفصلهم عن بعض اه لو نصين بس النصين مش منفصلين احنا شايفينهم ها متصلين ببعض مين اللي خليهم متصلين كده اللي هو مين اللي هو الالياف العصبية قلنا الجزء الخارجي من المخ اسمها ايه الكشرة المخية ودي لونها ايه رمادي اللون اما الداخلي لما اجي افتح المخ كده من جوه اللون بتاع ايه ابيض اللون او بيضاء اللون لما نلاحظ كده نلاقي ان النصفان القرويان فيهم ايه ملتفين كده فيه فيه ومتنيين زي ما احنا شايفين فبنقول عليه ايه ان هو بيتميز بقصرة التلافيف والسناية ان هما ايه ملفوف كده المكونات او اللي هو الخلايا العصبية اللي جوه ومكوناته ملتفين ايه او بتتميز بان هي ملتفة او قصرة التلافيف والايه والسناية ودول برضو بياخدوا الجزء الكبير وهم في الجزء العلوي من المخ داخل الجمجمة او ان هو موجودين في الجهة الامامية من المخ داخل ايه الجمجمة طب بالنسبة بقى البعد كده هناخد الوظيفة الوظيفة بتاع النصفان القرويان ايه اول حاجة ان هما بيعملوا ان انا لو عايزة امشي دي المشي ده حركة ارادية مني انا اللي لو مش عايزة امشي ما بمشيش طب انا عايزة اعود لا انا مش عايزة اعود يبقى دي اسمها حركة ارادية حركة ارادية يعني بقردتي انا خلاص بمزاجي انا يبقى هنا اول وظيفة بتاعة النصفان القرويان هو التحكم في الحركات الارادية وبأكد على الارادية قوي يعني ايه الارادية زي ايه زي المشي زي الجلوس زي القيام زي العدو السريع ايه العدو السريع ده يا ماس اللي هو الجري خلاص كده يبقى اول وظيفة التحكم في الحركات الارادية للجسم تاني حاجة هو اللي بيستقبل للنبضات العصبية من اعضاء الحس اللي هي مين العين والاظن والانف واللسان والجلد اللي هي الحواس الخمس خلاص زي ما انا قلت وديتك مثال ان هو العين استقبلة الدوق اللي هو المؤثر الخارجي من اللي بيستقبله اللي هو دي طبعا بتتحول الى نبضة العصبية من اللي بيستقبلها النصفان القرويان وبترسل استجابة مناسبة لها ان انا شايفة او ان انا دوق والكلام ده كله يبقى استقبل النبضات العصبية من اعضاء الحس وارسال الاستجابة المناسبة لها كمان هنا اما باج افكر اواجي اتذكر حاجة بيبقى منين من النصفان القرويان يبقى اقدر اقول ان هو بيقع بهما مراكز التفكير والتذكر ننتقل بعد كده المخيخ يبقى انا بتكلم في ايه سنة ستة دلوقتي في مكونات المخ اللي هو بيتكون من كام جزء تلات اجزاء قلنا اول جزء اللي هو النصفان القرويان تاني جزء المخيخ وده موجود فين اسفل النصفين القرويان في الجهة الخلفية للمخ خلاص ده الموقع بتاعه طيب الوظيفة قال لنا ده وانا مشى بيخليني ستة متزنة يعني بيعمل ايه بيحفظ توازن الجسم وانا بقدي الحركة يبقى الوظيفة بتاعته حفظ توازن الجسم اثناء تأدية الحركة يبقى حفظ توازن الجسم اثناء تأدية ايه الحركة ده ده مين المخيخ طب عشان كده بيقول لنا السؤال علل للمخيخ اهمية كبيرة اثناء حركة الجسم هقوله ليه لانه مسؤول عن ايه حفظ توازن الجسم اثناء الحركة حفظ توازن الجسم اثناء الحركة بعد كده النخاع المستطيع بيوجد فيه قال لنا امام المخيخ يبقى ده بيوجد ايه امام المخيخ وده اللي بيصل المخ بالحبل الشوكي يبقى ده اللي هو بيصل المخ بالحبل ايه الشوك طب الوظيفة قال لنا ده بقى لو تصاب بيؤدي الى الموت طب ليه قال لنا علشان ده اللي بيعمل او بينظم العمليات اللا ارادية انا بأكد على اللا ارادية دي لان انا سمعت قبل كده في ايه حركات ارادية اللي يمين اللي يهي النصفين الكرويات لكن ده عمليات لا ارادية يعني مش انا اللي متحكمة فيها زي ايه ضربات القلب بينظمها يبقى تنظيم ضربات القلب ايه كمان تنظيم حركة اعضاء الجهاز التنفسي اثناء عملية التنفس اللي يمين اثناء عملية الشهيط والزفير تالت حاجة بينظم حركة ووظائف اعضاء الجهاز الهضمي من اللي هو الهضم والامتصاص يبقى تاني مجمل الوظيفة بتاع النخاع المستطيل مسؤول عن تنظيم العمليات بقى دي عمليات اللا ارادية زي مثل تنظيم ضربات القلب تنظيم حركة اعضاء الجهاز التنفسي اثناء عملية التنفس ليه شهيط وزفير وتنظيم حركة ووظائف اعضاء الجهاز الهضمي اثن بيقول لي سؤال علل اصابة النخاع المستطيل تؤدي الى الوفاة ليه لانه مسؤول عن العمليات اللا ارادية مثل ضربات القلب وعملية التنفس سنة ستة منقول اصابة النخاع المستطيل تؤدي الى الوفاة ليه علل لان النخاع المستطيل مسؤول عن العمليات اللا ارادية مثل ضربات القلب وعملية التنفس ننتقل بعد كده بيقول لنا معلومة كده ان فيه اعتقاد او الاول ان مخ الانسان البالغ خلاص اللي هو بلى بيزن واحد ونص كيلو جرام تقريبا بس فيه بعض الناس بتقول لنا اين ان لو هنا مخ الانسان كبير في الحجم يبه هو زكي اكتر واحد زكي وده اعتقاد خاطئية سنة ستة ده غير صحيح لان كل البالغين عندنا ان حجم المخ واحد ليهم الى حد كبير ومروش علاقة بالزكاية تمام كده ننتقل بعد كده الى الحبل الشوكي الحبل الشوكي ده وصفه ايه قال لنا ده هو حبل استواني الشكل حبل استواني شكل السنة سابتة انا بأكد على المعلومة اهو حبل استواني الشكل بيعمل ايه بقى او حكايته ايه ده اللي بيخرج منه الاعصاب الشوكية يبقى هو حبل استواني الشكل بتخرج منه اعصاب تسمى الاعصاب الشوكية ده ده الوصف بتاهمين الحبل الشوكي طيب الموقع بتاعه بيبقى موجود فين قال لنا ده اللي بيبقى موجود جوة فقرات او في سلسلة كده سلسلة فقرات العمود الفقاري يبقى بيمتد في قناة داخل سلسلة فقرات العمود الفقاري من الجهة الظهرية مين للمخ يبقى ده موقع مين الحبل الشوكي تمام يبقى نركز المعلومات كتيرة واحنا بنأكد اهو وناخد بالنا ان هو بيمتد الحبل الشوكي في قناة داخل سلسلة فقرات العمود الفقاري في الجهة الظهرية مين للانسان طب تركيبه بقى علشان نعرف تركيبه لازما او استكشف التركيب بتاعه لازما النشاط طب النشاط ده محتاجة ايه محتاجة مجهر وشريحة مجهزة لقطاع عرضي في الحبل مين في الحبل الشوكي طب هنعمل ايه اول حاجة هفحص او هحط الشريحة المجهزة تحت مين تحت المجهر هلاقي ايه هلاحظ ايه سنسبت ان فيه مادتين مادة داخلية بتبقى شكلها او اللون بتاعه رمادية اللون يبقى المادة الداخلية بتاعتها ايه رمادية اللون واخد حرف شكل او على شكل حرف والمادة الخارجية بتبقى بيضاء اللون يبقى المادة الداخلية بتكون رمادية اللون على شكل حرف والخارجية بيضاء نتذكر كده احنا قلنا لونين زي دول في مين في المخ في اللي هو الايه النصفان القرويان الكشرة المخية تمام اللي هي برا كان ايه كان مالها رمادية والداخلي من المخ كانت مين كانت بيضة هنا العكس هنا الداخلية رمادية اللي هو الداخلية بتاع الحبل الشوكي ايه رمادية اما الخارجية بيضاء تمام كده بقى كده هو يبقى نستنتج من كده ايه ان الحبل الشوكي يتركب من مادة داخلية لها رمادية اللون وبيكون على شكل حرف ايه مادة خارجية بيضاء اللون تحيد بالمادة الرمادية طب الوظيفة هو بمسؤول عن نقل الرسائل العصبية اللي هي الإشارات العصبية بياخدها من أجزاء الجسم المختلفة إلى المخ والعكس من المخ إلى أجزاء الجسم يبقى وظيفة الحبل الشوكي نقل الرسائل العصبية اللي هي الإشارات العصبية من أجزاء الجسم المختلفة إلى المخ والعكس يعني أي عكس؟ يعني من المخ إلى أجزاء الجسم كمان فيه مسؤول عن الأفعال المنعكسة زي بالضبط الماجهة حطي إيدي على حاجة سخنة بدون تفكير فجأة أو ما إيه؟ سحب إيدي يبقى مسؤول عن الأفعال المنعكسة ننتقل بعد كده بقى لتدريبات في مراجعة الجزء إحنا اتفقنا النهاردة نشرح الجزء الإيه؟ الأول الجزء الثاني مع مسمع التدريبات بيقول لي أكمل العبارات الأتي يتكون الجهاز العصبي من جهازين رئيسيين هما الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرف يمتد من جسم الخلية العصبية تفرعات الجسم اسمه إيه؟ تفرعات إيه؟ شجيرية ويمتد من المحور تفرعات إيه؟ نهائية مركز التحكم في جسم الإنسان هو المخ وتحميه علبة عظمية تسمى إيه؟ تسمى الجمجم المادة الداخلية للحبل الشوق هي مين؟ مادة رماضية والخارجية المادة البيضاء طبعاً زي ما أنا أقول لساً أي لهو؟ إن المادة الداخلية رماضية على شكل حرف إتش يتكون الجهاز العصبي المركزي في الإنسان من جزئين رئيسيين هما المخ والحبل الشوق نقط مسؤولة عن حفظ توازن الجسم اللي هو مين؟ المخ بينما نقط مسؤولة عن تنظيم العمليات اللا إرادية وبأكد على اللا إرادية دي اللي هو مين؟ النخاع المستطيع اختر الإجابة الصحيحة مما يلي تقع مراكز التفكير والتذكر فين؟ يا ترى النخاع المستطيع؟ حبل الشوكي؟ النصفين الكراويين؟ ولا المخيخ؟ تفكير بأفكر وأتذكر من إيه؟ من النصفين الكراويين يكون بتنظيم ضربات القلب وتنظيم حركة أعضاء الجهاز التنفسي مخ؟ نخاع مستطيع؟ مخيخ حبل شوكي اللي بنظم العمليات اللا إرادية هو؟ لو مين؟ النخاع المستطيع اللي هو العمليات اللا إرادية المادة الرمادية بالحبل الشوكي على شكل حرف هي أو ولا إيه؟ ولا إف ولا إتش هو حرف إيه إتش تعتبر نقط وحدة بناء الجهاز العصبي الوحدة نصفين كراويين مخيخ خلية عصبية حبل الشوكي هو مين؟ اللي هي الخلية العصبية بنقول عليها وحدة البناء والوظيفة بتاع الجهاز العصبي كل مما يأتي من مكونات الجهاز العصبي المركزي ما عدا ما عدا نخب بنا؟ أعصاب الشوكية النصفين الكراويين الحبل الشوكي النخاع المستطيع النصفين الكراويين تبع المخ وطبعا أنا عارفة أن الجهاز العصبي المركزي مخه حبل الشوكي طيب إذا نصفين كراويين معانا؟ الحبل الشوكي معانا النخاع المستطيع تبع المهيبة هو معدا مين؟ الأعصاب الشوكي يحاط نقط بغلاف دهن محور الخلية العصبية المخيخ الحبل الشوكي النخاع المستطيع هو مين؟ محور الخلية العصبية أكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة مما يأتي جهاز مسؤول عن التنصيق بين أجهزة الجسم هو مين؟ الجهاز العصب منطقة الاتصال بين التفرعات الشجيرية للخلايا العصبية والمتجاورة مين إحنا قلنا عليها؟ اللي بتتصل ما بين التفرعات ها؟ اللي هو التشابك العصب عضو يتكون من مادة رمضية داخلية على شكل حرف H تخيب بها مادة بيضاء من دوت اللي هو الحبل الشوكي مركز التحكم الرئيسي في جسمك هو يشبه الكمبيوتر أنا قلت مين اللي هو المخ؟ علل لي ما يأتي يعتبر المخ هو مركز التحكم الرئيسي في جسم الإنسان ليه؟ لأنه يوجه وينص وينظم جميع العمليات الحيوية في الجسم يبقى عشان كده هو مركز التحكم الرئيسي للمخ خيخ أهمية كبيرة أثناء حركة الجسم ليه؟ لأنه مسؤول عن حفظ توازن الجسم أثناء الحركة وجود المخ داخل الجمجمة ويمتد الحبل الشوكي خلال العمود الفقري ليه؟ إحنا اتفقنا المخ جوة الجمجمة ليه؟ عشان بيحميه والحبل الشوكي موجود في خلال قناة داخل سلسلة فقرات العمود الفقري ليه؟ عشان تحميه يبقى ما أكتب إيه؟ الجمجمة لحماية المخ والعمود الفقري لحماية الحبل الشوكي حدد موضع الأجزاء التالية بجسم الإنسان المخية هو بيقع فيه أسفل النصفين القرويين في الجهة الخلفية داخل الجمجمة أو أكتب يقع في الجهة الخلفية للمخ أسفل النصفين القرويين داخل الجمجمة طب الحبل الشوكي بيوجد فين؟ بيمتد في قناة داخل سلسلة فقرات العمود الفقري من الجهة الظهرية لجسم من؟ الإنسان النصفين القرويين بيوجد في الجهة الأمامية من المخ داخل الجمجمة النخاع المستطيل دي بيبقى موجود فين؟ أمام المخ خيخ ويصل المخ بالحبل الشوكي اذكر وظيفة أو أهمية كل مما يأتي النخاع المستطيل مسؤول عن إيه؟ أو أهمية تويق أو وظيفة؟ مسؤول عن إيه؟ ها تنظيم العمليات اللا إرادية مسؤول عن تنظيم العمليات إيه؟ اللا إرادية مثل ضربات القلب والتنفس الحبل الشوكي مسؤول إيه؟ عن الأفعال المنعكزة ونقل الرسائل العصبية من أجزاء الجسم إلى المخ والإيه؟ والعكس طب الجمجمة حماية المخ لأن جهة تجويف بتحتوي على أعضاء الحس اللي هو هناخدها بعد كده اللي هو الأنف والإيه؟ والفم والعين والأذن المخ خيخ اللي هي التجويف يعني؟ المخ خيخ بيعمل على حق أو مسؤول عن إيه؟ حفز توازن الجسم أثناء الحرق النصفان القرويين بيعمل إيه؟ مسؤول عن الحركات أو التحكم في الحركات الإرادية واستقبال النبضات العصبية من أعضاء الحس وإرسال استجابة المناسبة لها ويقع بهما مراكز التفكير والتذكر التفرعات الشجيرية في الخلية العصبية بتعمل إيه؟ تشابك عصبي يبقى نقول إيه؟ بتكون تشابك عصبي اللي هو مسؤول عن نطر الرسالة العصبية مع الخلايا العصبية المجورة يبقى بتكون تشابك عصبي مع الخلية العصبية المجورة طب الخلية العصبية في جسم الإنسان وظيفتها يومية إيه؟ وحدة البناء والوظيفة في الجهاز العصبي في جسم الإنسان ماذا يحدث في الحالات الآتية؟ إصابة النخاع المستطيل يسبب الوفاء بسبب توقف ضربات القلب والتنفس إصابة المخيخ اللي هيحصل هيفقد الإنسان توازنه أثناء الحركة ده علامة صح أو غلط مع تصحيح العبارات غير الصحية محور الخلية العصبية ينتهي بتفرعات شجيرية ده صح أو غلط؟ هو طبعا المحور؟ لا ده غلط المال بيمتهي بإيه؟ بتفرعات نهائية أنا أحطه تحت خط شجيرية وأخليها نهائية توجد مراكز التفكير والتذكر في الحبل الشوكي؟ هل دي صح؟ لا طبعا دي غلط إحنا لسه قيلينها في النصفين القرويان يبقى بدل الحبل الشوكي هتبقى النصفين القرويان يربط النصفين القرويان ألياف عضلية طبعا ما ذكرناش حاجة زي كده إحنا قلنا ألياف إيه؟ عصبية يبقى خطأ وبدل عضلية هنكتب عصبية الكشرة المخية عبارة عن مادة بيضاء ليه الخارجي؟ طبعا غلط يا مادة إيه؟ رمادية مادة رمادية اللوح المخيخ مسؤول عن المحافظة على توازن الجسم أثناء الحركة؟ طبعا إجابة صحيحة انظر إلى الشكل المقابل ثم اكتب ما تدل عليه البيانات على الرسم واحد هو واحد ينا عامل لي هوا يبقى ده إيه؟ جسم الخلية اتنين متشور على إيه؟ على النواة ثلاثة فين ثلاثة اللي هي التفرعات مين؟ التفرعات الشجيرية أربعة ده مين؟ نحور الخلية خمسة ده مين عند الإيه؟ السيتو بلاس الشكل ده بيمثل إيه؟ تركيب الخلية العصبية طب الشكل اللي هو الذي أمامك يوضح تركيب المخ اكتب البيانات على الرسم واحد هنا بيمثل إيه؟ النصفان القرويين اتنين الإيه؟ المخيخ ثلاثة النخاع المستطيع طب بيقول لي وظيفة الجزء رقم اتنين اللي هو مين؟ المخيخ اللي هو إيه؟ حفز توازن الجسم أثناء الحركة تخير من المجموعة ده ما يناسب عبارات المجموعة ألف المجموعة ألف والمجموعة ده؟ المخيخ هنا يطرح أخطار يحتوي يعني على مراكز التفكير والتذكر ولا يحتوي على مراكز الأفعال المنعكسة ولا يساعد على حفز توازن الجسم ولا يصل المخ بالحبل الشوكي المخيخ بيعمل إيه؟ حفز توازن الجسم يبقى أخطار أو هوصل وكتب إيه؟ عند حفز توازن الجسم واحد النخاع المستطين ها بيعمل إيه؟ بيصل المخ بالحبل الشوكي الحبل الشوكي بيعمل إيه؟ ها يحتوي على مراكز الأفعال المنعكسة لأنه مسؤول عنها زي قلت إيه؟ لما بسحب إيدي لما حط عليها أو يتيجي على شيء سخرى؟ النصفان القرويان يحتويان على مراكز التفكير والتذكر يبقى النصفان القرويان بيحتويان على مراكز التفكير والتذكر يبقى ده المجموعة ألف والمجموعة بين قارم بين النخاع المستطيل والحبل الشوكي من حيث المخ الموقع والوظيفة يبقى بنقارم ما بين النخاع المستطيل والحبل الشوكي من حيث الموقع والوظيفة النخاع المستطيل موقعه فين؟ طبعاً بيوجد أمام من المخيخ في الجهة الخلفية للمخ ويصل المخ بالحبل الشوكي الحبل الشوكي بيوجد فين؟ وبيمتد في قناة داخل سلسلة فقرات العمود الفقار طب وظيفة النخاع المستطيل بيعمل ايه؟ ها مسؤول عن تنظيم العمليات اللا إرادية بالجسد مثل تنظيم ضربات القلب وتنظيم عملية التنفس وتنظيم حركة ووظائف الجهاز الهضم الحبل الشوكي مسؤول عن الأفعال المنعكسة وبيقوم بنقل الإشارات العصبية من أجزاء الجسم المختلفة إلى المخوة ايه؟ والعكس صوب ما تحته خط ويحدد بناء الجهاز العصبي المخ طبعا هي دي إيجاب ما هو بيقول لي صوب يبقى غلط يبقى مين؟ الخلية العصبية النخاع المستطيل وظيفته استقبال النبضات العصبية وبه مراكز التفكير والتذكر هو مين؟ ها؟ النصفان القروية مخور الخلية العصبية مغلف بطبقة جيلاتينية طبعا هي مش طبعا أنا ما سمعتش الاسم ده هو أنا سمعت ان هي طبقة اسمها طبقة ايه؟ ضهنية الحبل الشوكي يتحكم في ضربات القلب ضربات القلب دي عمليات ايه؟ لا إرادية يبقى ده مين؟ النخاع المستطيل يبقى كده انتهينا لحصة النهاردة وإن شاء الله نشوفكو حصة تانية بس لو حد عنده اي سؤال يكتبولي في التعليقات وانا هشوفه وارد عليكو وقدر اقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته